البلد ماتت ليش؟ ليش؟ لأن السيارة السورية واقفة بدنا نحرق لفتنا قدامكم يا مسؤولين إيش بتريدوا؟ حاجتنا فقر حاج 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 كبة أملك ثلاث سيارات قاعدات من أربعة سنين دحوين عن بالكراج تخن السيارات لا في شغل لا في عمل داخلي إلا لتنا نشتغل ومستفيدين من هالمعابر تجي السيارة التركية سابقا سابقا تجي عن المعبر تقلب على السيارة السورية كنا مشتغلين ومستفيدين حاليا ما فيه السيارات وقفت العمال وقفة ما عد فيه شغل ما عد فيه شغل نهائيا إلا إحنا نطالب المسؤولين توقيف السيارات الأطراق لماذا لا يوجد سيارة اليوم؟ لأن السيارة التركية صارت تجي داخل ترانزيت لمحلة رضايا اليوم السائق التركي مسموح يدخل لهذه المناطق مسموح يطلع لعفرين نعم 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 مسموح له يطلع لعفرين مسموح له يطلع لسرمدة مسموح له يطلع للباب للراعي لمارع لكافة المناطق المحررة لكافة المناطق المحررة يعني اليوم في عنا نقابة سائقين اليوم لحقنا نقابة السائقين كشهادات عامة يعني قمنا في الأمر قال بدنا شهادات طالعنا شهادات نقابة سائقين فيه نقابة سائقين توحيد الطوناج وحضنا الطوناج عنا هجرة وجوازات في المعابر بس ولكن للأسف ما لنا عمل ما لنا عمل والله بال2015 2016 كنا مشتغلين وامورنا كويسة وامورنا كويسة يعني سياراتنا مشتغلة يعني سيرش أنا حدات حدات سيارات شاحنات كنا مشتغلين مايش الحال سيارة بتروح تتعطل منشتغل يعني منشي أمورنا الله الكاميون عم تبسيني بيري ما بدول دولابو أنا كصاحب شحنة أنا كصاحب شحنة هزا ما اشتغل ما حدا بشتغل معي هوا بدي اشتغل كله دي اشتغل أنا ما كنسيان كمين كله الدرار لك اليوم الخضار جي الدرار بيع الألبس الدرار لك صاحبي المحلات كلها الدرارية ما اتم حدا ما اتضرر بها الشغلة هاي اليوم إزا ما اشتغل الكاميون نحن بيركين ما اكتفى بس بدخول السيارة التركية للمناطق المحرر وما تفضي في المابر نتيجة تصعيب الأمور علينا نحن كشاعينات هزا بدنا ننقل حمل ضمن المنطقة من عزاز للباب القبابين والحواجز ما بعترفوا بقرارات بعضا ولا بمخالفات بعضا هزا منا مخالفين دو خالفونا صار التاجر بدل ما يحمل لنا صار يدور على سيارة تركية فايتمين تركيا يفضي حمله ويحمله ضمن المنطقة السيارة التركية صارت تحمل ضمن منطقتنا وتحمل مضايا مثلا مثل حجر أو سيف وليف أو مضايا تصدير من منطقتنا حمضيات خضروات صار يحملوها من هنا ويطلعوا فيها تصدير لا تصدير حملنا ولا استيراد حملنا ولا ضمن منطقتنا حملنا ليش الشيء؟ هذا القرار بتشكيل نقابة في منطقة أعزاز ومنطقة الباب وغير معترفة عليه عمرو من راجع ما أحد عبردة علينا مين عمرو من راجع؟ عمرو من راجع جميع الجهات مين هنا الجهات؟ وزير الدفاع سجل عندك وزير المالية رئيس المعابر القوة الضاربة بأعزاز الفصائل رئيس معبر رئيس المعابر أستاذ عثمان مين بدك؟ ماذا الإنسان إلا رحنا راجعنا خمس سنين ونحنا عم نتعذب بقنا السيارات بقنا تريلات بقنا جواليب بشهود العالم كله لأيه مدنان تطيبري محضورة الحقيقة للتوارب مين بقنا جواليب ـ ـ مين بوائر ـ ـ ـ ـ شكرا